كسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعرفين ضياء يشعب نور الهدى لزين العبادة والعابدين علي الإمام الورى سيدين به يعرف الزهد في الزاهدين علي الإمام الورى سيدين به يعرف الزهد في الزاهدين فألبس وجه الصلاح الحلاة لتغدو به حلية الصالحين كسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعرفين بسم الله الرحمن الرحيم كانت هذه الفقرة من دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العبادين صلوات الله وسلامه عليه اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني تكلمت في الماضي بعض السلام حول الجملتين الأولى والثانية وفر بلطفك نيتي أي جملة الجملة الثانية الجملة الثانية صحح بما عندك يقيني وبقي الحديث على الجملة الثالثة واستصلح بقدرتك ما فسد مني استصلح استصلح استفعال وضع للطلب في الأصل ولكن يستعمل بمعنى الثلاثية المجرد أيضا كثيرا استصلح يعني أصلح هذا نوع من البلاغة نوع من لمح الكلام بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى استصلح بمعنى إلهي أطلب صلاح ما فسد مني هذا لعله غير مناسب بالنسبة إلينا نحن ما يخالف ولذا استصلح يقرب إلى الذهن أن يكون بمعنى أصلح وهو كثير في القرآن في الروايات واستصلح بقدرتك ما فسد مني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يستفيد من قدرته في هذا المجال هذا يوحي إلى أن هذا المجال مجال صعب جدا حتى أن الله سبحانه وتعالى يستفيد من قدرته في هذا الأمر إصلاح ما فسد من الإنسان الإنسان يكون معرض للفساد هو قد يمنع أن يقع في الفساد وقد يكون وقع في الفساد فعلية الفساد ما فسد مني مو ما يقتضي أن يفسد ما يمكن أن يفسد مني لا ما فسد مني مو كل فاسد يمكن أن يصلاحه خصوصا كلمة ما الموصولة التي تستعمل في القرآن وفي الروايات وفي الأدعية كثيرا ولها عموم سعة شموم ما فسد مني ما فسد مني من الدنيا من الآخرة من البداء من الروح من المسائل المالية من المسائل النفسية من المسائل الاجتماعية من المسائل العائلية الهي ما فسد مني أنت أصلحه بقدرتك ما كو غير الله بقدرته غير واحد ما يقدر يسئل هذا لأن هذا الإنسان هذا أنا وأنت مع احترامي لكم يمكن أن نكون من خير الناس ويمكن ويمكن أن نكون والعياذ بالله من شر الناس الذين كانوا شر الناس صاروا شر الناس وامتدت السنون والأعوام بهم وابقوا إلى آخر أمرهم من شر الناس ومنه كانوا ومسائل أمثال ما كان بشر كان إلهي بقدرتك أصبح ما فسد مني إصلاح الفاسد بحاجة إلى الدعاء وهذا دعاء قد يكون يقرأ الإنسان هذا الدعاء قد يكون هذا الدعاء هذه الكلمات هذه الجملة بالذات عندما يجريها الإنسان على لسانه يسأل الله تعالى إصلاح ما فسد منه قد يكون الإنسان هذه الجملة يجريها على لسانه ولكن بكل أعماقه هذا المعنى يطلبه من الله سبحانه وتعالى واستصلح بقدرتك ما فسد مني هذا الدعاء هذا الدعاء في نفس الوقت يحتاج إلى العمل يحتاج إلى السعي يحتاج إلى الاستفادة مما أعد الله سبحانه وتعالى وخير ما أعد الله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلي وأهل بيته كيف نقتدي برسول الله كيف نستفيد من رسول الله صلى الله عليه وعلي القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة يعني اقتداء اتباع الأسوة أي اقتداء اقتداء قد يكون اقتداء حسن قد يكون الاقتداء غير حسن أما إذا نسب الاقتداء نسبة الأسوة إلى شخص كله حسن التأسيب برسول الله إذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلي هذا الاقتداء حسن لأن رسول الله معصوم لا يصدر من شيء غير حسن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم منه الخطاب إما للمسلمين باعتبار أنهم يعتقدون برسالة رسول الله صلى الله عليه وعلي أو لكل البشر ويمكن المعنيين وهي نكتة تفسيرية لاحظوه بعضين أنتم في المستقبل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بعدين القرآن الكريم يجيب معنى بدل بدل والأصلاح النحو لمن كان يرجو يرجو الله واليوم الآخر الذي يرجو ليس يقول أرجو الذي يرجو يأمل طالب طالب الذي يدرس يرجو أن يكون مجتهدا أي طالب كل طالب يدرس يرجو أن يكون مجتهدا لا بكله يرجو لمن يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر رسول الله صلى الله عليه وعلي مجموعة فلائل مجموعة كمالات الإنسان الذي يريد أن ينمي في نفسه أو يوجد في نفسه أو يقوي في نفسه روح الفضيل وروح الخلق الحسن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلي رسول الله صلى الله عليه وعلي من قرنه إلى مشاشر جليه كله فضائل نظره فضيلة كلامه فضيلة مشيه فضيلة أخذه فضيلة عطاؤه فضيلة نومه فضيلة مشيه فضيلة حربه فضيلة سلمه فضيلة كل شيء من رسول الله حسن كل شيء من رسول الله فضيلة ولكن أنا فقط أشير إلى نقطتين من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله نحن أهل العلم في المستقبل إما علماء أو خطباء أو مراجع أو مدرسين لكن أي أن نكون من الآن لازم وبكل تأكيد أن نصمم على الاقتداء برسول الله خصوصا في هاتين النقطتين اللي من نقاط تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته ولعلهما في يوم وفاته فد نقطة الرواية المروية المذكورة في التواريخ المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قرب وفاته كانت عند حمى شديدة بحيث يشعر من لمس ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله حرارة الحمى من خلق الثوب في مثل هذه الحال رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصعب عليه مزاولة عمل ممارسة عمل أخذ عطاء بقيت عند كانت عند رسول الله دراهم أو دنانير قليلة رسول الله أوصى بأن تعطى للفقراء صدق كانت كما ببالي وكان صلى الله عليه وآله من شدة الحمى يغفو أحياناً ويستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغلب على عقله شيء هؤلاء أمواتهم أحياء المعصومون عليه الصلاة والسلام ولكن باعتبار أنهم بشر تأخذه سنة ينام كما ينام سائر البشر ولكن هو صلى الله عليه وآله قال تنام عيني ولا ينام قلبي ممثل العين والقلب كل ينام فكان من شدة المرض من شدة الحمى يش تشبه حالته حالة الإنسان اللي يغمى عليه بس يسمع ويشعر ويعرف في تلك الحالة وأحياناً الإنسان اللي يصحو من الإغماء مرة من المرات فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عيني الكريمتين وسأل قال انطيتوا أي الدراهن قالوا لا موجودة قال جبوه ولعل في بعض التواريخ أنه ظهر الغضب على وجه رسول الله يقول ليش ما عن طبعاً ليش أخروا هذه الصدقة وقال كلمة مفادها مضمونها أني لا أحب أن ألقى الله يعني أموت تفارق روحي بدني وهذه الصدقة القليلة أنا أقول القليلة متعبير رسول الله صلى الله عليه وآله القليلة عندي مال قليل موجود عند رسول الله للفقراء والفقراء هم متواجدون ليس أنهم أكوا فقير حتى واحد يخلي عنده لما يحصل من فقير النبي يعير اهتمام لهذه القضية والنبي هو النبي الذي كان فيه يوم واحد يعطي ألوف من الأباعر ألوف من الأباعر ذلك اليوم ثروة جداً ضخمة في يوم واحد وزع رسول الله صلى الله عليه وآله ألوف من الأباعر لتفصيله موجود في التاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان تأتيه الذهب والفضة والديباج وكله نفيس وكل شيء ويوزعها الإنسان الذي ما عنده فلوس ما شايف فلوس دراهم دنانير تكون ذات أهمية عنه أما الإنسان الذي عايش فلوس ياخذ ينطي هذا دراهم ودنانير مو مهم محده ولكن لأنها أمانة هذه أمانة رسول الله يعير اهتمام لهذا الأمر مسألة مو مسألة الدراهم ودنانير قليلة أو كثيرة ليس المهم أنها قليلة أو كثيرة المهم أنها أمانة المهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمين على هذه الدراهم وإن كانت قليلة وعطيت هذه الدراهم لرسول الله صدقة مو ملك لرسول الله مو ملك ماذا فبحث واسع الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء لرسول الله ولأهل البيت أما صدقة الصدقة محرمة على أهل البيت عليه الصلاة والسلام الاستفادة من الصدقة فرسول الله ما أخذ هذه الدراهم حتى يعطيها للفقراء يقول أني أكره ما أريد ألقى الله وهذه الدراهم أنا ما منطق وأخذها وأعطوها هذه نقطة تهمنا ونحن في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله نريد أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله ومدى اهتمامنا للأمانات التي تأتينا باعتبار باعتبار أن الناس يعتبرون نحن أمناء خموس زكا صدق مظالم نذوق كذا كيف نتعامل هذه نقطة النقطة الثانية جبت هذا كتاب المحار أقرأ رواية من عشرات الروايات مجلد الثاني والعشرين مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى عند وفاته قبيل وفاته كل ما كان يملك حتى النعل أعطاها الأمير المؤمنين صلى الله عليه وطلب من أمير المؤمنين في مقابل ذلك أن ينجز عداء رسول الله ويؤدي ديون رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين يؤدي ديون رسول الله قبل أن أقرأ الرواية يعني واحدة من عشرات الروايات هنا مسألة جداً مهمة جداً مهمة مسألة عديمة النظير في طول التاريخ وعرضه مو قليلة النظير عديمة النظير وبملء فمي أذكرها لآله طبعاً باستثناء المعصومين عليهم الصلاة والسلام وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أنه شخص كرسول الله رئيس حكومة حاكم أعلى تجبى إليه الأموال الكثيرة في كل مناسبة ومن كل جهة عند وفاة اللي يشمد يوم أكو في التاريخ نظير إليه غير طبعاً أمير المؤمنين والأمم الطاهرين صوت الله ابحثوا في التاريخ ابحثوا في التاريخ اسألوا المؤرخين أكو هناك حاكم رئيس حكومة تجبى إليه الأموال ويموت وهو مديوم حتى يوصي انطنديون نحن بمرفوع الرأس نستطيع أن نطرح هذا الموضوع للعالم ككل نحن نتبع ونتأسى بالنبي كانت الأموال طوع أمره ونحيه ولكن عندما يموت دراهم أو دنانير يعير الإهتمام الخاص لأجل إيصالها إلى موردها ولا يلقى الله وهذه الدراهم عنده ثم يموت وهو مدل يا علي أن تقاضي ديني أنا أقرأ واحدة من هذه الروايات هذا المجلد الثاني والعشرين من البحار مرحوم العلامة المجلسي إذا الله الله عليه ذاكر هذه الرواية هذه الرواية مذكورة في الكافي مذكورة في كتب الشيخ الطوسي مذكورة في كتب صدوق مذكورة في كتب أخرى وعشرات الروايات أكبر العلامة المجلسي الذاكرة عدد لا يستهن به من هذه الروايات أي وحدة منها قطعة من هذه الروايات أنا أقرأ عن أبي عبد الله الإمام الصادق عن أبيه عن جده عليه الصلاة والسلام قال لما صفحة 456 لما أنا قطع من هذه الرواية أقرأ لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفات قال يا علي يا أخا محمد أتنجز عداد محمد عداد يعني وعود كان النبي صلى الله عليه وآله قد وعد بعض الناس ببعض الأموال ولم ينجز هذه العداد حتى وفاته طلب من أمير المؤمنين أن ينجزها أتنجز عداد محمد صلى الله عليه وآله وتقضي دينه وتأخذ تراثه تراث يعني إرث الإرث يكون بعد الموت الإرث اسم للأموال التي يتركها الشخص عند وفاته هذا إرث هذا تراث قبل وفات رسول الله صلى الله عليه وآله تعبير تراث هذا مجاز مشارف مجاز أول من هالقبيل باعتبر أن النبي صلى الله عليه وآله بعد ساعات يفارق الحياة فهذه الأموال تكون إرث أتنجز يعني أنطيك ما عندي من أموال يا علي وأنت وأنت تنجز عداتي وتقضي ديني وفي بعض الرواية تكون ديون ديون عديدة كانت على رسول الله صلى الله عليه وآله وما كانت ديون رسول الله ديونا لنفسه وإنما كانت ديونا للآخرين كان يستدين عندما ما عنده شيء يستدين للآخرين ويعطى الآخرين أتنجز عداتي محمد وتقضي دينه وتأخذ تراثه فقال نعم بأبي أنت وأمي أمير المؤمن قال نعم قال قال فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من إصبعه شوفوا هذا رئيس الحكومة شنو كل أمواله شنو كل أمواله كل ما كان عنده حتى نزع خاتمه من إصبعه فقال لأمير المؤمنين تختم بهذا في حياتي الآن خليه بإصبعك يا علي قال فنظرت إلى الخاتم حتى وضعه علي في إصبعه اليمنى فصاح رسول الله صلى الله عليه وآله يا بلال علي بالمغفر والدرع والراية مغفر الطاص هذا اللي يخلوه على الرأس في الحرب رسول الله كان يخص حروب حروب دفاعية كان عنده مغفر كان عنده درع وكان عنده راية اللي يسلمها في كل حرب البيئة الشخص وغالبا إذا أمير المؤمنين موجود صلى الله عليه في الحرب يعني أمير المؤمنين في كل الحروب ما كان موجود أما غالبا كان موجود كان يسلم الراية العليا صلى الله عليه علي بالمغفر والدرع والراية وسيفي ذي الفقار وعمامتي السحاب عمامة سوداء كانت الرسول الله صلى الله عليه والله اسمها السحاب والبرد البرد اللي عنده ثوبة والأبرقة الحبل الملون أسود وأبيض خيطين يفتلوهما يسوون مننا حبل أسود وأبيض باعتبار أن اللونين أكل معان بريق خاص إلى هالشكل يعبرون كان هذا حبل جبرايل جاء به من الجنة لرسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله كان يتحزن به في الحرب أن يشد في وسطه والقضي عصى فقال يا علي أن جبرايل أن جبرايل أتاني بها وأمر النبي صلى الله عليه وآله عليا أن يجعل الحبل في مكان المنطقة منطقة يعني في وسط يشد بعد شنو عند النبي ثم دعا بزوجي نعال عربيين يحداهما مخصوفة والأخرى غير مخصوفة الزوجين نعال عند النبي وحدة مشبوقة وحدة سالمة بعد والقميص الذي أسري به فيه أسري به إلى السماء والقميص الذي خرج فيه يوم أحد بس قميص والقلانس الثلاث قلانس وكلاء ثلاث كلاوات كان عند النبي صلى الله قلانس سوة السفر وقلانس سوة العيد وقلانس سوة كان يلبسها ويقعد مع أصحاب بس هذه كل واحدة منها لها تحليل تحليلها معكم أنتم لما تكتبون عن رسول الله إن شاء الله في المستقر بعد عند النبي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بلال علي بالبغلتين بغلتين عند النبي الشهباء والدلدل والناقتين والفرسين إذن النبي استفيد منه يقول الجناح اسمه أحد الفرسين الذي كان يوقف بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لحوائج الناس النبي جاي عنده ضيف رجل محترم يريد يروح طريقها بعيد النبي يقول لهذا وذاك تعال أنت فرس لهذا كان أعد فرسا لهذا الأمر لحوائج الناس يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في حاجة فيركبه ثم قال يا علي خلاص ثم قال يا علي اقبضها في حياتي حتى لا ينازعك فيها أحد بعد هذا كل إرث رسول الله صلى الله رئيس حكومة مفجر ثورة صانع أمة أشرف الأولين والآخرين أموال عظيمة تجري تحت يديه وبأمره هذا كل إرث هما صارت إرث لورثته لأن مديون الآن في وقت وفاته رسول الله صلى الله عليه وآله يوزع الأموال على الديان ويحصل واحد في المدينة واحد في مكة وموجود واحد برد أمين وهو أمير المؤمنين صلى الله أموال ومعامل ومعامل سوى مع علي بن أبي الطال أنطيك هذني وأنت أنجز عداتي ويعطي الديوني أنا ما شايف في التاريخ طبعا ما عندي المامة كاملة أنه مجموعة عدات رسول الله وعود رسول الله صلى الله عليه وآله والديون إشقيت كانت لعلها أكثر من هذه كانت هاي شلون معاملة سؤال سؤال فقه ربيعك رسول الله صلى الله عليه وآله باع هذني على أمير المؤمنين في مقابل إنجاز عداته ويعطاء ديونه صلح كان مصالح كانت هاي الرواية المقدار طبعا الروايات أكو بعض الإختلاف في تعابيرها طبعا الجوهر أنا قريته أنا بعض العبارات هم ما قريت من الرواية لأن ما كان مشاهدي والرواية بعد قطعة وخرا فيها شاهدي في إرث رسول الله فيما كان يملكه رسول الله ساعة وفاته يوم وفاته لعله ربما يستظهر من هذه الرواية وأمثالها أن رسول الله وهب هذه الأمور لأمير المؤمنين وطلب منه طلب أخوي أنت أخي في الدنيا والآخر قال العين المؤمنين طلب أخ من أخي طلب أخوي طلب منه أنا هذني أوهب هن إلك أملك هالك وأنت بعد وفاتي أنجز عداتي ومعاملة هدية هب غير معوضة وطلب من أمير المؤمنين لعله من هل قبيل كان وقال لأخذه حتى بعدي لا ينازل كأحد فيها لا يقولون هذا إيرير هذا ما للنبي واحد يطلب هذا واحد يسمع هذا أنا وأنت في يوم ما معه ترامي لكم جميعا صارت بيدنا أموال في المستقبل صارت بيدنا أشياء كيف نتعامل ماذا بالمئة نشيل منها ماذا بالمئة نعطي لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر في مراجع تقليلنا الماضين بالضوان الله عليهم العديد من أمثال هذه تأسوا برسول الله صلى الله اللي سامعين اللي شايفين في كتب التراجب المرحم الشيخ عبد الكريم الحائر يرضو الله عليه مؤسس هذه الحوزة لملايين كان ياخذوا ينطي يوم وفاته هذا كاتبين في تاريخ يوم وفاته لما أمس المساء عائلته ما كان عندهم لا عشاء كان عندهم أكل ولا فلوس مخلف الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه بمقدار اشتروا بعشاء هذا متأسي برسول المرحم سدب الحسن الإصفعان رحمة الله عليه لما مات كان مديون قالوا كان مديون أكثر من ضعف ما كان عنده الذي بعد وفاته بفترة والديون هم ديون شنو مو ما أخذ فلوس صارف على نفسه لا يريد شهرية يطي للطلب ما عنده يقترض من هذا يقترب من هذا يقترب من هذا يقترب من هذا يقترب وقال ينقل مكررا أنه بعد أربعين المرحوم سيد أبو الحسن أسفعاني رحمة الله عليه السيد البروجيردي رحمه الله رحمه الله هذه نقطة التأسي برسول الله صلى الله ونحن على خطى رسول الله إن شاء الله نيتنا وهالشكل لازم عملنا بيكون هذا أمر مو سهل جدا صعب الإنسان ما تأم ما عنده ما كو بيده فلوس أي يقول هذا أما من صارت عنده فلوس من صارت أموال الله وأموال عبادة الله بيده كيف يتصرف فيه هذه نقطة التأسي برسول الله بالخصوص نحن أهل العلم بالخصوص نحن طلاب العلوم الدينية نحن الخطباء نحن العلماء نحن المدرسين لكل واحد الوحد رسول الله صلى الله عليه وآله قال كما في أحاديث عديدة اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله ومن خلفائك منه منتو الذين يأتون من بعدي ويربون حديثي وسنتي رسول الله سماكم خلفاء الانسان الانسان لا يعمل شيء لا يكون مصداقا مع ذلك العمل لخلافة رسول الله صلى الله هذا رسول الله كل ما كل ما عنده المرحوم الشيخ الأنسان رسول الله ذاكرين في حياته أنه لما مات وهو في زمانه كان أكبر مرجع تقليد للشيعة في العالم وكاتبين في تاريخه أنه كانت تجبى إليه الدنانير الذهب في أكياس أكياس التي يقومون بها سكر تمان وأمثالها هذه الأكياس متروسة يجبون الدنانير الذهب طبي تشغل صلى الله لما مات قد من هذه الدنانير الذهب كان عنده كاتبين في تاريخه ولا دينار واحد ولا دينار واحد ولا دينار واحد كان عنده حصير حصران في بيته وعنده أواني وعنده ملابس وعنده فرش وعنده كتب وما عنده أهم ولا ولا الذكر حتى حبوة تكون الكتب مثلا كل ما عنده الشيخ الأنصاري قوموه يروني يوزعون على زوجته وبناته الشك مني أنا أنا شايف بالكتاب قيمة سبعة توامين بسبعين تومان تردد مني حتى قول سبعين تومان ثمان 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 خمسة وثلاثين سنة عبادة في نفس رسالة الشيخ الأنصاري أكو تومانيا لسنة عبادة صلاة الصلاة وإحسن معاه اليوم شوش قديس هذا كل ما كان يملك الشيخ الأنصاري والشيخ الأنصاري كم سنة ما رجع تقليد يقال ينقل في الكتب مويدا صاحب الجواهر رضوان الله عليك طلب الشيخ الأنصاري وأعلن للعلماء في النجف الأشرف ذلك اليوم اللي كانوا بمحضره نئات من العلماء والمدرسين عينة قال هذا من بعد أنا هذا أعتبر من بعد مرجع تقليد سنة 1266 وفاة صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري وفاة 281 كم سنة يصير 15 سنة 15 سنة الشيخ الأنصاري يتقلب في الأموال والذهب والفضة تحت يديه من يموت هذا كله إرفه كله إرفه كله إرفه كذا سبعة ثوامين بعد سبعة ثوامين بعد أبلغها أبلغها موجود هذا خليفة رسول الله صلى الله وعلى هذا بالصدق كان خليفة رسول الله اللهم رحمه خليفة الشيخ الأنصاري منك سيد أبو الحسن من سيد البرجرد من شعب الكريم الحائري من فديوم كان مثلي ومثلكم على كل هاتان النقطتان نصمم أن نتأسى فيهما برسول الله ضمن بقيته نقاط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واستصلح بقدرتك ما فسد مني دعاء يريد عمل يريد تصميم يريد حتى يوفق الحساب أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم الله على محمد وعليه الطه كسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعرفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين علي الإمام الورى سيد به يعرف الزهد في الزاهدين علي الإمام الورى سيد به يعرف الزهد في الزاهدين فألبس وجه الصلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين فسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعرفين